وقع أكثر من 11 مليون مواطن صيني على رسالة مفتوحة دعوا فيها منظمة الصحة العالمية لإجراء تحقيق في معهد البحوث الطبية للجيش الأمريكي للأمراض المعدية الواقع في فورد ديتريك بولاية أمريكية بولاية ميرلاند الأمريكية وتفيد الرسالة أن حادث تسرب كان قد حدث في مختبر في فورد ديتريك عام 2019 ويجب التحقيق فيه وقد نشرت الرسالة صحيفة كلوبال تايمز الصينية باللغتين الصينية والإنجليزية وقالت الصحيفة أن خادم الإنترنت الخاص بالطلب المفتوح على الشبكة تعرض لها جمات إلكترونية من الولايات المتحدة بين أن الأخيرة نفت هذه الاتهامات وأضافت أنها ستواصل حماية حق مستخدمي الإنترنت الصينيين في التعبير عن أرأيهم